وننتقل بكم مشاهدين الكرام مباشرة إلى نيويورك لنقل كلمة نصر التي يلقيها وزير الخارجية سامح شكري أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثمينة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة فساهمت في سياغة الأهداف والمبادئ التي أنشأت المنظمة من أجل تحقيقها وظلت طيلة العقود الماضية تعمل وفقا لها في التزام كامل لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وفي المقابل يواجه عالمنا اليوم كساؤلا ملحا يتعلق بفاعلية هذا العمل وكفاءة المنظومة المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة الحق إن الحديث متواتر عن تطوير المنظومة الدولية خاصة بعدما وجدت الدول النمية ومنها مصر نفسها في مواجهة تبعات أزمات مركبة ومتتالية لم يكن لها يد فيها ودون دعم كاف من ذات المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساندة التطلعات التنموية المشروعة لدولنا وتحقيق الاستقرار الاقتصاد العالمي تلاقا من هذا أود في الدقائق القادمة ترحي رؤية مصرية تستهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأولويات لاستعادة الثقة والفاعلية في العمل متعدد الأطراف وذلك في المحاور التالية أولاً في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل والعولمة فلا أمن لطرف دون سواها ولا استقرار لمنطقة دون سواها فأمننا الجماعي يكمن في عملنا المشترك وفي التطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وليس في التطبيق الانتقائي والمعايير المزدوجة إن طبيعة التحديات التي تواجه عالمنا سواء من حيث تعقيداتها أو تشابقها أو تنوعها مثل نشوء النزاعات وتهديد الأمن الغذائي وانتشار الإرهاب وعجز المنظومة الدولية عن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لها تؤكد أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق لقد أثبتت التدعيات الخطيرة للنزاع في أخرانيا إنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر وإن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاطق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر في حزب ومن هنا تحركت مصر بفاعلية في إطار محيطها العربي والأفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصالة العربية والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأخرانية ثانياً كشفت تجربة منظمة العمل منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المستوى العالم وكانت السماء العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق سياغة القرار الدولي دون اكتراث بحقوق وطموحات مئات الماليين من الشعوب والمجتمعات ومن هنا تتمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق الزلويني وإعلان سرط لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قراتنا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن بما في ذلك الحصول على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات كما دعمت مصر الأليات التعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها وتتطلع مصر إلى الإسهام بفاعلية من خلال عدوياتها الجديدة في تجمع بريكس للتعبير عن مصالح وتموحات 30% من الاقتصاد العالمي المتمركز في الدول الجنوب ذات الثروة البشرية الشابة الهائلة ثالثاً إننا في حاجة ماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينيهم من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب فلا سبيل للوقاية من النزاعات أفضل من التنمية الشاملة والمستدامة مما يحتم دفع دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة وبناء السمود أمام أزمات دولية مستقبلية وهنا تبرز أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهياكل المالي العالمي وتطوير نظام التمويل الدولي القائم بما يمكن الدول النامية من استعادة وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يستوجب استحداث أدوات تمويلية فعالة ومبتخرة إلى جانب تعزيز فعالية أدوات التمويل القائمة ومنها حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتي يتعين النظر في أفضل الخيارات لإعادة تقصيصها بالإضافة إلى تطوير وموارسات بنوك التنمية متعددة للأطراف لتحقيق ثلاثة أهداف واضحة تتمثل في زيادة حجم التمويل وتوفيره من مختلف المصادر والأدوات سواء من خلال المنح أو التمويل الميسر والمختلف والمبتقر إلى جانب تعزيز نفوذ الدول النامية نفاذ الدول النامية له من أجل تحقيق التنمية وفقا للأولياتها الوطنية كما حان الوقت لإصلاح منظومة التجارة العالمية لترسيخ محوريتها في تعزيم عوائد النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد كما أنه لا جدوى من الحديث عن تسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية إذا لم نتخذ خطوات فورية لمنع أزمة ديون عالمية لن تعصف فقط باقتصاديات الدول الفقيرة وتزيد من تحديات الاقتصاديات النامية بل وستحدث كذلك مزيدا من التأزم الاقتصادي العالمي ولذا لا بد من التعامل الفوري والحاسم مع تلك الأزمة من خلال تدشين آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء وبشكل يراعي مختلف أبعاد وسمات الأزمة بما في ذلك زيادة أعباء الدين وتعقد هيكله العالمي وتغيير أنماط الاستدانة فضلا عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل إقامة مشروعات تنموية ومن ثم تحويل تحديات إشكالية الديون إلى فرصة لتحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر رابعا يواجه العالم اختبارا وبوديا في مواجهة تغير المناخ فالكوارث المناخية أصبحت جزءا من الأحداث اليومية ما بين فيضانات مدمرة أو أعاصير قاتلة أو موجات جفاف مستمرة إذ تؤكد التقارير الدولية أن العالم ليس على المصارس المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعهدتها الوطنية وفي هذا الحصدد وفي إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى التركيز على التنفيذ نجحنا في شرم الشيخ في كوب 27 في حجد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسؤوليات المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريز وحققنا كمجتمع دولي تقدما تاريخيا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ واطلقنا مصار التحول العادل للنموذج التنموي ودفعنا بضرورة التوسع في الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وانطلاقا من مسؤوليتنا كرئيس لمؤتمر تغير المناخ وارتباطا بحقيقة تواضع الجهد الحالي مقرنة بحجم التحدي القائم فضلا عما نراه من محاولات بعض الدول للتنصل من مسؤوليتها وتراجع البعض الآخر عن تعهداته وعدم تنفيذ تعهدات التمويل المتفق عليها بل ولوء البعض لفرض إجراءات ورسوم تجارية حمائية تحت غطاء تغير المناخ ولدمان نجاح مؤتمرنا القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة فإنني أود أن أؤكد على أن نجاحنا يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقات القائمة وبصفة خاصة إنشاء صندوق للتمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الدرجة ونصف قابلا للتنفيذ خامسا يتعين أن تشمل رؤيتنا لتطوير المنظومة الدولية مواجهة التحديات المستحدثة ومنها نقص الموارد الطبيعية فالمياه العزبة التي كان يحيى عليها قرابة المليار إنسان مطلع القرن الماضي أصبحت اليوم مطالبة بالوفاء بإحتياجات قرابة ثمانية مليار إنسان وفي هذا الصدد نرحب بنتائج المؤتمر التاريخي للأم متحدة للمياه عشرين تلاتة وعشرين وندعو لمتابعتها وود تناول حالة غاية في الخصوصية لبلادي التي تواجه ندرة مائية حادة استأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة الأمر الذي أدى إلى الخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه ووجود عجز مائي سنوي يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات واستراد مياه افتراضية في صورة واردات غزائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدام لمياه النار ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات إحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للأثار على الدول المشاطئة بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل إحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021 وعلى الرغم من استمرار الممارسات الإحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن خواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة وما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا وليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مائة مليون مصري سادساً إحدى ركائز تطوير المنظومة الدولية خدرتها على تعزيز حقوق الإنسان بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنأة عن التسييس والازدواجية ومحاولة فرض مفاهيم لا تحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية وإنني أتساءل بأي حق أو سند إخلاقي يعتقد البعض بسمو منظومته القيامية عن غيرها إننا نحذر من إشكاليات التعامل مع ملف العنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة الإسلام فوبيا وتبعتها من مواجهات العنف والكراهية المتزيدة تجاه المجتمعات المسلمة وأبرزها مؤخراً حوادث حرق القرآن الكريم بما يمثل تضييقاً للحق في حرية الدين والمعتقد إذ ينبغي وضع التشريعات والسياسات والبرامج التي تحول دون تكرار مثل تلك الواقع ونشيد هنا بمبادرة الدينمارك الأخيرة في هذا الاتجاه وإيماناً منا بالمبادئ الراسخة ومسؤولية الدولة ومؤسساتها ومجتمعاتها في النهود بمنظومة حقوق الإنسان فيها فقد حققت مصر على الصعيد الوطني خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة المصرية واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة وكذلك قامت مصر بجهود حثيثة في مجال تمكين الشباب ومراعاة أولويات زوي الاحتجاجات الخاصة كما تولي مصر الأولوية اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية سابعاً لقد إنشأت الأمم المتحدة لتجنب وإلات الصراع وإقامة منظومة قائمة على مبادئ سامية وبالرغم من ذلك تعرض العالم خلال الثمانية والسبعين عاماً الماضية حروب وصراعات أودت بحياة الملايين من الأبرياء إلا أن ذلك لا يجب أن يدفعنا نحو الطعن في تلك المبادئ وإنما يجب أن نعترف بوجود خسور في تطبيقها وإنتهاج سياسات متناقضة معها وإماناً منا بهذه المبادئ سعت مصر على مدار نصف قرن لتكون ركيزة الاستقرار ومنارة للأمن والتنمية فهي أول من صنع السلام بالشرق الأوسط ونتابع حالياً بقلق تردي الأوضاع بالأراضي الفلسطينية نتيجة ممراسات قوات الاحتلال بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأخيرين وتؤكد مصر موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسة الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وتناشد كل القوى المحبة للسلام أن تقتنس الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل كما تسعى مصر لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية وتدعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قراتها الأفريقية من خلال تطبيق مقربة شاملة وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونعتزم تكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة المتدى العلامي لمكافحة الإرهاب ولقد اطلقت القاهرة مصار قمة دول جوار السودان بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثراً بالصراع لتسوية الأزمة وتكثيف تدعيتها الإنسانية والعمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة وتستمر ألية دول الجوار السودان في موثابعة جهودها ووضع تصور للحل سياسي مستدام وتدعم مصر حل السياسي الليبي وفقاً لمبادئ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت كما تؤكد مصر على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة الكوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمن محدد وتجدد مصر رفضها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي وتحفظها على أي طرحات بديلة تهدف إلى إلغاء دور المشرع الليبي واستبداله بأجسام أخرى وتمسكها بولاية السلطة التشريعية بمقتدى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي السخيرات 2015 في قيادة الحوار الليبي الليبي الرامي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد السيد الرئيسة السيدات السادة في الختام تلك كانت رؤيتنا لاستعادة الثقة في المنظومة المتعددة للأطراف عبر تفعيل العمل بمبادئ ومقاصد نثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي واستعادة وتعزيم دور المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وشكرا